لا سيما قد جاء المستشركون في عصرنا الحديث فتعلقوا بهذه الرواية فما أعلموا مستشرقا كتب عن السيرة إلا وقد أطال في سرد هذه الأكاذيب ويعني استنتج منها النتائج الزائفة والمقدمات الخاطئة والنتائج الفاسدة فوصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يقاذ كلام لا صح ولا يفسر به قول الله عز وجل وتبدي في نفسك أي من الرغبة في زينب تخفي في نفسك ما الله مبديه وإنما تخفي في نفسك كما رجح أبو بكر ابن العربي وغيره من آئمة الدين أن ما أخفاه رسول الله في نفسه كان هو خبر الوحي له أن الله سيزوجه بزينب بعد أن يطلقها زيد على أي حال طلقها زيد وقضت زينب عدتها من زيد وأمر الله نبيه أن يخطب زينب إليه والدليل على أن زواج النبي بزينب بنت جحش لم يكن عن إعجاب وقع في نفس رسول الله بزينب كما يدعي هؤلاء وإنما كان بوحي إلهي مباشر أن الله عز وجل أغنانا عن ذلك يا إخوة أغنانا عن التفكير والتفسير فقال ربنا في محكم التنزيل فلما قضى زيد منها وطرى زوجناكها ولم يقل تزوجتها ولم يقل رغبت فيها ولم يقل أحللنا لك أن تتزوجها وإنما قال زوجناك ليقطع قول كل قائل فالتزويج منسوب إلى الله عز وجل هو الذي زوجها اشتركوا في القناة